اشتركوا في القناة وأن يرزقنا صدق النية وصلاح العمل ونسأله سبحانه أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعوة لا تسمع اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا مقلب القلوب تبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم استعملنا ولا تستبدلنا طيب أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه مع كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وجزار الله عنا خيرا تكلمنا في المرات الماضية عن أبواب مهمة في هذا الكتاب وهي المقدمات وفي الباب الأول تكلمنا عن انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت ثلاث أقسام من القلوب ثم تكلمنا عن ذكر حقيقة مرض القلب إيش معنا مرض القلب ثم ذكرنا مسألة طبعا لو نحكي ذكرنا هو إنما ذكرنا كلام الإمام يعني سبحان الله ثم انقسام أدوية أمراض القلب إلى أدوية طبيعية وأدوية شرعية ثم في الباب الرابع تكلمنا في المرات الماضية في أن حياة القلب وإشراق القلب هي مادة كل خير فيه وموت القلب وظلمة القلب هي مادة كل شر فيه يعني أصل الخير اللي في الإنسان هي حياة القلب وإشراقه وأصل الشر اللي في الإنسان بيكون من موت القلب وظلمته وفي الباب الخامس تكلمنا أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مريدا للحق مدركا للحق أولا مريدا له ومؤثرا له على غيره لا تحصل حياة القلب إلا أن يكون الإنسان مدركا للحق مريدا له مؤثرا له على غيره والباب اليوم هو باب مهم غاية الأهمية وهو يعني سبحان الله يعني خلينا نحكي باب أصيل في هذا الموضوع بل هو يعني لب ما في الأمر هو أصل ما في الأمر قال الباب السادس في أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيمة ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره هو وحده معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سوى لا سعادة إلا ولا صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون هذا الشيء إيش هو أن يكون الله سبحانه وتعالى هو غاية الإنسان وهو وحده المعبود سبحانه وتعالى وأنه أحب إلينا من كل ما سوى الله سبحانه وتعالى وهذه مسألة غاية في الأهمية وفيها عدة موضوعات سنتكلم عنها اليوم إن شاء الله ونقرأها من كلام الإمام وأولها حديث يعني مقدمات ثم حديث البراء بن عازب رضي الله عنها اللهم إني أسلم تنسي إليك وسيتكلم عن فوائد في هذا الدعاء ثم تعريف الإله والرب ثم نتكلم عن ما جاء في الإلهية والربوبية من الآيات ثم خلق الله لعباد ثم مسألة أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص إله ثم ذكر ما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمي كالغيب حديث في دعاء سنتكلم في الفوائد فيه ثم مسألة أن المقدور يكتنفه أمران هذه مسألة في القدر الاستخار قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه ثم نتكلم عن النعيم وأنه نوعان نوع للبدن ونوع للقلب ثم في أن فقر العبد إلى أن يعبد الله وحده سبحانه ليس له نظير يقاس به ونتكلم عن معنى قوله سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ثم يتكلم عن أفضل نعيم الآخرة وأجله وأعلاه ثم في أن لذة النظر إلى وجه الله سبحانه يوم القيامة يتكلم عنها ومعاني يعني عظيمة سنتكلم عنها بالتدريج ومحب الدنيا لا ينفك عن ثلاث مرات عن ثلاث هم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقضي سنتكلم عن هذا إن شاء الله وأن العبد مخلوق لا يعلم مصلحته حتى يعرفه الله سبحانه وتعالى بها في أن غالب الخلق إنما يريدون قضاء حاجاتهم بك وإن أضر ذلك بدينك ودنياك فهو باب عظيم عزيز هذا الباب الذي سنتكلم فيه اليوم نبدأ بسم الله معلوم أن كل حي سوى الله سبحانه من ملك أو إنس أو جن أو حيوان فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره ولا يتم له إلا بتصوره للنافع والضار والمنفعة من جنس النعيم واللذة والمضرة من جنس الألم والعذاب كل حي يحتاج أو هو فقير يعني محتاج إلى جلب ما ينفعه ويدفع ما يضره بسيطة وهذا لا يتم إلا أولا بأن يتصور النافع ويتصور الضار المنفعة مثل النعيم واللذة والمضرة من جنس الألم والعذاب طيب فلا بد له من أمرين أحدهما هو المحبوب المطلوب الذي ينتفع به ويلتذ بإدراكه والثاني المعين الموصل المحصل لذلك المقصود وبإزاء ذلك أمران آخران أحدهما مكروه بغيض ضار والثاني معين دافع له عنه فهذه أربعة أشياء باختصار اللي هي أحدها أمر هو محبوب مطلوب الوجود الثاني أمر مكروه مطلوب العدم الثالث الوسيلة إلى حصول المحبوب الرابع الوسيلة إلى دفع مكروه بسيطة محبوب أن أعرف هذا المحبوب فأريده وأريد الطريق إليه ومكروه وأريد الوسيلة إليه لكي أقطعها تمام فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد بل ولكل حيوان لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها طبعا هو يأتي بأمثلة الحيوان يعني بأي إيكا حي حتى لو كان حيوان نبات بالأخير الأشياء النافعة له ووسائلها هذا ما يريده وهذا ما يصلحه وهذا ما ينفعه والأشياء الضارة وتركها يعني وترك الطريق إليها هذا ما يصلحه أيضا طيب فإذا تقرر ذلك فالله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو والمطلوب الذي يراد وجهه ولا يبتغى قربه وعفوا ويبتغى سبحان الله فإذا تقرر ذلك فالله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو والمطلوب الذي يراد وجهه ويبتغى قربه ويطلب رضاه وهو المعين على حصول ذلك وعبودية ما سواه والالتفات إليه والتعلق به هو المكروه الضار وهو المعين على دفعه يعني هو سبحانه وتعالى هو المعين على دفع ذلك الضار فهو سبحانه الجامع لهذه الأمور الأربعة دون ما سواه فهو المعبود المحبوب المراد وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته له والمكروه البغيض هو بمشيئته وقدرته يعني بمشيئة الله وقدرته وهو سبحانه المعين لعبده على دفعه عنه كما قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم محمد قال أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك وقال اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك فمنه المنجى وإليه الملجى وبه الاستعاذة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته فالإعاذة فعله والمستعاذ منه فعله أو مفعوله الذي خلقه بمشيئته فلنفهم هذه الكلمات يا جماعة الخير قال طبعا تشرح اختصارا لما مضى فمنه سبحانه وتعالى المنجى يعني أنت تفر من الله سبحانه وتعالى ولكن إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى وبه الاستعاذة من شر ما هو كائن طبعا هذا ما هو كائن من أين أتى؟ هو بمشيئة الله وقدرته فأنت تفر من مشيئة الله وقدرته إلى مشيئته وقدرته ورحمته سبحانه فالإعاذة فعله يعني الله هو من يعيذنا من الشروف تمام والمستعاد منه يعني اللي أنت بدك تفر منه اللي أنت بدك تنتبه منه هو أيضا فعل الله إما أن يكون فعل الله سبحانه وتعالى أو مفعوله يعني مثلا مخلوق من مخلوقاته يعني أنت تريد أن تفر من ضرر معين فالله سبحانه وتعالى هو خالق الضر أصلا سبحانه وتعالى ولكن لا ينسب إليه تأدبا سبحانه وتعالى ومن ثم هو مفعوله وليس فعله في كثير من الأحيان كما نحكي مفعوله يعني الله سبحانه وتعالى يعني مثلا الله سبحانه وتعالى خلق إنسان خلق ظالما يعني الله هو من خلق أولئك الملوك الظالمين اليوم مثلا في طواغيت في العالم ظلمة في ظلمة حتى مش بس ملوك وحكام هناك ظلمة في الأزواج ظلمة آباء ظلمة جيران ظلمة الله من خلقهم فهم يعني هذا لما تستعيد من شرور هؤلاء فأنت تستعيد من مخلوقاته هي مفعولاته يعني سبحانه وتعالى طيب الذي خلقه بمشيئته طيب الباختصار فالأمر كله له والحمد كله له والملك كله له والخير كله في يديه لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وفوق كل ما يثني عليه أحد من خلقه ولهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق معنى إياك نعبد وإياك نستعين فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب فالأول من معنى الألوهية والثاني من معنى الربوبية إيش الأول اللي هو العبادة إياك نعبد من معنى الألوهية والثاني من معنى الربوبية وإياك نستعين لأن الاستعانة هو الله سبحانه وتعالى هو النستعانة وهو الرب سبحانه وتعالى فهذا من معانى الربوبية فإن الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإنابة وإجلالا وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا هذا الإله الذي تألهه القلوب يعني تتوجه إليه بأي شيء محبة وإنابة وإجلالا وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا والرب هو الذي يرب عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى مصالحه فلا إله إلا هو ولا رب إلا هو فكما أن ربوبية ما سواه أبطل الباطل فكذلك إلهية ما سواه طبعا إحنا عارفين الفرق بيننا الربوبية والألوهية الربوبية متعلقة بالخلق والتدبير وهكذا أن الله سبحانه وتعالى هو خالقنا ورازقنا ومدبر أمرنا وهدينا وهكذا هذا الربوبية الألوهية أنه سبحانه هو المستحق للعبادة للعبادة المحبة للتوكل للخضوع للخشوع للذل بين يديه وهكذا وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في مواضع من كتابه كقوله فاعبده وتوكل عليه إحنا منحكي عن إياك نعبده وإياك نستعين فكذلك في مواضع مختلف من كتاب الله سبحانه وتعالى جاء نفس المعنى فاعبده وتوكل عليه وقوله عن نبيه شعيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وقوله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب وقوله عن الحنفاء أتبع إبراهيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنا بنا وإليك المصير فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين لمعنيات توحيد توحيد ربوبية وتوحيد الألوهية الذين لا سعادة للعبد بدونهما البتة الوجه الثاني من أوجه هذا المعنى أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاحة إلا بأن يكون الله سبحانه وتعالى هو إلهه الوجه الثاني إذن تكلم عن الوجه الأول أنه لا بد للحي من مطلوب محبوب يريده ويريد الطريق إليه ومن شيء مبغوض مكروه لا يريده ويريد أن ينقطع عنه ويريد أن يعرف الطريق إليه فينقطع عنها تمام؟ أما الوجه الثاني في نفس معنى في تقرير هذا المعنى الذي هو عنوان الباب قال أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لأي شيء لعبادته شمال هذه العبادة؟ الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له فبذكره تطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم ويتم نعيمهم فلا يعطيهم في الآخرة شيئا هو أحب إليهم ولا أقر لعيونهم ولا أنعم لقلوبهم من النظر إليه وسماع كلامه منه بلا واسطة ولم يعطهم في الدنيا شيئا خيرا لهم ولا أحب إليهم ولا أقر لعيونهم من الإيمان به ومحبته والشوق إلى لقائه والأنس بقربه والتنعم بذكره وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأمرين في الدعاء الذي رواه النسائي والإمام أحمد وابن حبان في صحيحه وغيرهم من حديث عمار بن إياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو به اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين نعيد الدعاء اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغناء وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة المهتدين الآن يشرح هذا الدعاء فجمع في هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيء في الدنيا وهو الشوق إلى لقائه سبحانه وأطيب شيء في الآخرة وهو النظر إلى وجهه سبحانه ولما كان كمال ذلك وتمامه موقوفا على عدم ما يضر في الدنيا ويفتن في الدين قال في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ولما كان كمال العبد في أن يكون عالما بالحق متبعا له معلما لغيره مرشدا له قال اجعلنا هداة مهتدين هداة مهتدين مهتدين إيش معناها؟ عالمين بالحق متبعين لهذا الحق هداة يعني معلمين لهذا الحق مرشدين لغيرنا لذلك نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين ولما كان الرضا النافع المحصلة للمقصود هو الرضا بعد وقوع القضاء إلى قبله فإن ذلك عزم على الرضا فإذا وقع القضاء انفسخ ذلك العزم لذلك سأل هذا إيش معنى؟ معنى أن الرضا المطلوب هو ليس الرضا قبل القضاء يعني أنا راضي عن ربنا وراضي عن اللي بدي يصير قبل ما يصير أما بعد ما يصير بسخط لا الرضا تمام الرضا بعد القضاء والعزم على الرضا مهم أنك أنت تكون ناوي أنك ترضى على كل حال فإذا وقع القضاء هنا يكون الرضا فلذلك سأل الرضا بعده بعد القضاء يعني أسألك الرضا بعد القضاء فإن المقدورة فإن المقدورة المقدور يعني القدر اللي بصير من القدر فإن الرضا فإن المقدورة يكتنفه أمران يعني حواليه يعني يكتنفه يعني حوله أمران الاستخارة قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه يكتنفه الاستخارة قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه فمن سعادة العبد أن يجمع بينهما كما في المسند وغيره عنه صلى الله عليه وسلم قال إن من سعادة بن آدم استخارة الله ورضاه بما قضى الله وإن من شقاوة بن آدم ترك استخارة الله وصخطه بما قضى الله سبحان الله ولما كانت خشية الله رأس كل خير في المشهد والمغيب سأله خشيته في الغيب والشهادة ميوس ولما كان أكثر الناس إنما يتكلم بالحق في رضاه فإذا غضب أخرجه غضبه إلى الباطل وقد يدخل أيضا رضاه وقد يدخله أيضا حتى رضاه في الباطل لذلك سأل الله أن يوفقه لكلمة الحق في الغضب والرضاء ولهذا قال بعض السلف لا تكن ممن إذا رضي أدخله رضاه في الباطل وإذا غضب أخرجه غضبه من الحق للأسف كثير مننا يحصل معه هذا إنه حتى إذا رضي يدخل في الباطل وإذا غضب يخرج من الحق أيضا سبحان الله تجد الإنسان الله عز وجل يعطيه فيرضيه يعني يعطيه شيئا من الدنيا يعطيه نعيما يعطيه نجاحا يعطيه زواجا يعطيه مالا فيفرح بإغضاب الله سبحانه وتعالى ويفرح بمعصية وهذا سبحان الله من عدم التوفيق اللهم استعاموا طيب ولما كان الفقر والغنى محنتين وبليتين يبتل الله بهما عبده ففي الغنى يبسط يده وفي الفقر يقبضها سأل الله القصد في الحالين القصد إيش هو التوسط وهو التوسط الذي ليس معه إسراف ولا تقتير ولما كان النعيم نوعين نوعا للبدن ونوعا للقلب وهو قرة العين وكماله بدوامه واستمراره بدوامه واستمراره جمع بينهما في قوله أسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ولما كانت الزينة زينتين زينة البدن وزينة القلب وكانت زينة القلب أعظمهما قدرا وأجلهما خطرا وإذا حصلت زينة البدن على أكمل الوجوه في العقبة سأل ربه الزينة الباطنة فقال زيننا بزينة الإيمان ولما كان العيش في هذه الدار لا يبرد لأحد كائنا من كان لا يبرد يعني لا يكون هيك مريح مستقر لكل نعيم لا يبرد لأحد كائنا من كان بل هو محشو بالغصص والنكد ومحفوف بالآلام الباطنة والظاهرة لذلك سأل برد العيش بعد الموت والمقصود أنه جمع في هذا الدعاء بين أطيب ما في الدنيا وأطيب ما في الآخرة فإن حاجة العباد إلى ربهم في عبادتهم إياه وتألههم له كحاجتهم إليه في خلقه لهم ورزقه إياهم ومعافاة أبدانهم وستر عوراتهم وأمن روعاتهم بل حاجتهم إلى تألهه ومحبته وعبوديته أعظم فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم ولا صلاح لهم ولا نعيم ولا فلاح ولا لذة ولا سعادة بدون ذلك بحال سبحان الله إذن كما أن العبادة محتاجون إلى ربهم في أن يخلقهم ويرزقهم ويدبر أمرهم فهم أحوجوا إلى أن يتألهوه أن يتخذونه إله أن يعبدونه سبحانه وتعالى بل هو الغاية بل هذا هو الغاية فهو أعظم ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات وكان التوحيد رأس الأمر وأما توحيد الربوبية الذي أقر به المسلم والكافر وقرره أهل الكلام في كتبهم فلا يكفي وحده بل هو الحجة عليهم كما بيّن ذلك سبحانه في كتابه في عدة مواضع التوحيد الربوبية أن تعرف أن الله هو ربك وأنه هو المدبر للأمر وأنه سبحانه وتعالى هذا توحيد الربوبية وهذا لا يكفي لدخول الإيمان بل العبودية الحقة في نتيجة الإيمان بالربوبية وهي الألوهية أن تحبه وتنيب إليه وتتضرع بين يديه وتتذلل بين يديه وتعبده نكمل كلام الإيمان قال ولهذا كان حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدري ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن لا يعذبهم بالنار نسى الله عز وجل أن لا يعذبهم ولذلك يحب سبحانه عباده المؤمنين الموحدين ويفرح بتوبتهم كما أن في ذلك أعظم لذة للعبد وسعادته ونعيمه فليس في الكائنات شيء غير الله سبحانه يسكن القلب إليه فليس في الكائنات شيء غير الله سبحانه يسكن القلب إليه ويطمئن به ويأنس به ويتنعم بالتوجه إليه ومن عبد غيره سبحانه وحصل له به نوع منفعة ولذة فما ضرته بذلك أضعاف أضعاف منفعته ومن عبد غيره سبحانه يعني لبعبد غير الله وحصل له به بهذه العبادة يعني اللي يعبد غير الله ويطيع غير الله ويحصل له بهذا نوع منفع وملذة فمن ضرته بذلك أضعاف أضعاف منفعته وهو بمنزلة أكل الطعام المسموم اللذيذ وكما أن السماوات والأرض لو كان فيهما إله غيره سبحانه لفسدتا كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فكذلك القلب إذا كان فيه معبود غير الله فسد فسادا لا يرجى صلاحه إلا بأن يخرج ذلك المعبود من قلبه ويكون الله وحده إلهه ومعبوده الذي يحبه ويكون الله وحده إلهه ومعبوده الذي يحبه ويرجوه ويخافه ويتوكل عليه وينيب إليه الوجه الثالث في تقرير هذا الباب أن فقر العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به أن فقر العبد إلى أن يعبد الله وحده يعني حاجة العبد إلى عبادة الله وحده هذا الشيء ليس له نظير وليس له مثال يقاس به لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الغذاء والشراب والنفس وبينهما فروق كبيرة فإن حقيقة العبد قلبه وروحه ولا صلاح له إلا بإلهه الحق الذي لا إله إلا هو فلا يطمئن إلا بذكره ولا يسكن إلا بمعرفته وحبه وهو كادح إليه كدحا فملاقيه ولا بد له من لقائه ولا صلاح له إلا بتوحيد محبته وعبادته وخوفه ورجائه ولو حصل له من اللذات والسرور بغيره ما حصل فلا يدوم له ذلك بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص ويتنعم بهذا في حال وبهذا في حال وكثير ما يكون ذلك الذي يتنعم به هو أعظم أسباب ألمه ومنضرته وأما إلهه الحق فلا بد له منه في كل وقت وفي كل حال وأينما كان فنفس الإيمان به ومحبته وعبادته وإجلاله وذكره هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان وذل عليه السنة والقرآن قبل ما نكمل بدنا نرجع بس نستوعب ما تكلم به الإمام سابقا اللي هو إيش؟ إن الإنسان لو تحصل له من اللذة والنعيم والسرور في غير توحيد الله فهو يتنقل من نوع إلى نوع من اللذات ومن العبادات ومن شخص إلى شخص ويتنعم بهذا بشيء معين يعني الإنسان يتنعم بإرضاء الناس بشيء معين ويتنعم بالمال بشيء معين ويتنعم بالوظيفة بشيء معين ويتنعم بالزوجة والأولاد بشيء معين ولكن يتنعم بأشياء أخرى بأشياء أخرى ويحتاج هذا في حال معين ويحتاج هذا في حال معين أما الله سبحانه وتعالى فنحن بحاجته في كل وقت ولا بد لنا منه في كل وقت سبحانه وتعالى وفي كل حال وأينما كنا فنفس الإيمان نرجع نقرأ كلام الإيمان قال فنفس الإيمان به فنفس الإيمان به ومحبته وعبادته وإجلاله وذكره هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان يعني هذا ما يقوله أهل الإيمان وذل عليه السنة والقرآن وشهدت به الفطرة والجنان لا كما يقوله من قل نصيبه من التحقيق والعرفان وبخس حظه من الإحسان إيش يقولون هؤلاء الذين يعلق عليهم الإيمان بأنهم قل نصيبهم من التحقيق والعرفان وبخس حظهم من الإحسان إيش يقولون هذول في طوائف انحرفت في مسألة القدر ومسألة القدر بشكل أساسي ومسألة التكليف ومسألة حقيقة العبادة انحرفوا فيها فقالوا إيش قالوا إن عبادة الله هذا قولهم قول أهل الباطل إيش يقولون إن عبادته وذكره وشكره تكليف ومشقة لمجرد الابتلاء والامتحان بعضهم يقول هذا القول وبعضهم إيش يقول أو لأجل مجرد التعويض بالثواب المنفصل كالمعاوضة بالأثمان طيب أنا خليني أشرحهم الثلاث أقوال ثم نقرأهم بنص الإمامي ويعني جميل كلامه يعني حتى أدبيا مش هم ما نقطع الكلام هي أقوال مختلفة أهل الحق يقولون أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس لعبادة الله سبحانه وتعالى فهذا هو المطلوب وهذا هو الغاية تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى وأن الإنسان فيه فقر ذاتي لله سبحانه وتعالى وأنه يحتاج هذا وهذا فيه الصلاح والمنفع فالله عز وجل أمرنا وهذا ما أمرنا به هو ما فيه خيرنا وصلاحنا وعلى أساس هذا الأمر والنهي الله سبحانه وتعالى يعني يجزي كل إنسان بجزائه فيرحم من شاء سبحانه وتعالى فيدخله الجنة ويعذب من قد أساء وكفر وكذا بجهنم أما بعض الطوائف التي انحرفت عن قول الحق فبعضهم يقول إن العبادة هي مش مطلوبة لذاتها بقدر ما هي هي مجرد يعني مطلوبة لمجرد التكليف وليس لأن فيها صلاح ولأن فيها خير الإنسان في الدنيا والآخرة وأنها يعني حقيقة يجب أن تكون لا إنما العبادة هي مجرد تكليف أراده الله سبحانه وتعالى وبس لمجرد الابتلاء والامتحان تكليف أمرنا به لامتحاننا وبس والبعض الآخر يقول أن العبادات هي مجرد أمور أمرنا الله سبحانه وتعالى لكي يعطينا الجزاء عليها فقط تمام وبعض الآخر كان يقول أن العبادات هذه الله عز وجل أعطانا إياها لتحسن نفوسنا هي تصير مرتبة ونسوي رياضة نفوس وتصير نفوسنا تتنور النفوس زي ما بقول تتنور وتصير تعرف الحق وتعرف الإشياء زي زولي في الديانات الشرقية وبعض طوائف المنتسبة للإسلام من الصوفية وكذا فإيش يقول فيقول مرة ثانية إذن هذه العبادة عبادة الله سبحانه وتعالى على طول نرجع لقول أهل الحق فيها إذن لابد له منه في كل وقت وحين فنفس الإيمان به ومحبته وعبادته وإجلاله وذكره هو غداء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان وذلت عليه السنة والقرآن وشهدت به الفطرة والجنان لا كما يقوله من قل نصيبه من التحقيق والعرفان وبخس حظه من الإحسان إيش يقولون هذول إن عبادته وذكره وشكره تكليف ومشقة لمجرد الابتلاء والامتحان أو لأجل مجرد التعويض بالثواب المنفصل كالمعاوضة بالأثمان أو لمجرد رياضة النفس وتهذيبها ليرتفع عن درجة البهيم من الحيوان كما هي مقالات لمن بخس حظه من معرفة الرحمن وقل نصيبه من ذوق حقائق الإيمان وفرح بما عنده من زبد الأفكار وزبالة الأذهان إذن يعلق على هذا القول أنه باطل بل عبادته ومعرفته وتوحيده هذا هو الحق بل عبادته ومعرفته وتوحيده وشكره قرة عين الإنسان وأفضل لذة الروح والقلب والجنان وأطيب نعيم ناله من كان أهلا لهذا الشان والله المستعان وعليه التكلان طبعا أنا ما بدنا نفوت في تفصيلات متعلقة في مسائل أخرى من العقيدة ولكن لأنه مهم ذكر هذا ولكي يفهم الموضوع إيش باختصار أنه أهل الإيمان يقولون أن العبادة وأن الإيمان هو بذاته صلاح للإنسان الإيمان يصلح النفس وهو المترتب عليه الجزاء ففيه عدة معاني مختلفة العبادة ولكنها لمصلحة يعني نحن نتكلم عن الحكمة في تقدير الأقدار وحكمة الله سبحانه وتعالى في أفعاله في حين الأقوال السابقة منها مثلا قول هذا تابعون لمجرد التكليف أو لمجرد التعويض فهذول منهم من ينفي التعليل أنه ليس هناك ضرورة أن يكون لله حكمة في خلقه أو حكمة لفعله أو لإرادته وهكذا فهي مسائل لها ما وراءها من مسائل العقيدة اللي فيها انحرافات لذلك الإمام ينبه عليها نكمل نكمل وهذا يرد على بعض الأقوال إذن يقول وليس المقصود بالعبادات والأوامر المشقة والكلفة بالقصد الأول يعني هي مش بس كلفة ومشقة فقط وليس هذا هو المقصود بالقصد الأول وإن وقع ذلك ضمنا وتبعا في بعضها لأسباب اقتضت فلا بد منها وهي من لوازم هذه النشأة فأوامره سبحانه وحقه الذي أوجبه على عباده وشرائعه التي شرعها لهم هي قرة العيون ولذة القلوب ونعيم الأرواح وسرورها وبه سعادتها وفلاحها وكمالها في معاشها ومعادها بل لا سرور لها ولا فرح ولا لذة ولا نعيم في الحقيقة إلا بذلك كما قال تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله إذن بيشرح الآن الأقوال في فضل الله وبرحمته فضل الله ورحمته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا إيش معناها؟ قال فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله وقال هلال بن يساف بالإسلام الذي هداكم إليه وبالقرآن الذي علمكم إياه وهو خير مما تجمعون من الذهب والفضة وكذلك قال ابن عباس والحسن وقتادة والحسن وقتادة فضله الإسلام ورحمته القرآن وقال الطائفة من السلف فضله القرآن ورحمته الإسلام والتحقيق يعني بالأخير هذا ما يرجحه الإمام أن كل منهما فيه الوصفان الفضل والرحمة من الإسلام والقرآن في كليهما وصفي الفضل والرحمة وهم الأمران الذين امتنى الله بهما على رسوله فقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان والله سبحانه إنما رفع من رفع بالكتاب والإيمان ووضع من وضع بعدمهما فإن قيل فقد وقع تسمية ذلك تكليفا في القرآن كقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها هذا يرد على الذين يقولون أن الأوامر لمجرد التكليف فقد يقال بهذه الآية أنه يقال يكلف لا نكلف قيل نعم إنما جاء ذلك في جانب النفي ولم يسمي سبحانه أوامره ووصاياه وشرائعه تكليفا فقط وإنما جاء بالنفي إن لا نكلف إلا كذا لا تكلف إلا لا يكلف إلا لا نكلف إلا هكذا ولم يسمي الله سبحانه أوامره ووصاياه تكليفا قط بل سماها روحا ونورا وشفاءا وهدى ورحمة وحياة وعهدا ووصية ونحو ذلك يا الله واضح المعنى العميق الذي يتكلم بهذا ترى معنى نجده في أنفسنا والوحد لازم يعالج نفسه من هذا المعنى حتى وإن لم يكن على عقيدة أهل الباطل في هذا أو الذين الحرفوا ولكن أحيانا يجد من نفسه أنه يظن العبادة وكذا إنما هي مجرد تكاليف بده يسويها واجبات يعني فقط بل هي يجب أن يفهم الإنسان ويستشعر هذا المعنى ويستشعر هذه التسميات التي سماها الله سبحانه وتعالى وهي حق من عند الله سبحانه وتعالى إنه إيش؟ هي روح ونور وشفاء وهدى ورحمة وحياة وعهد ووصية سبحانه الله الوجه الرابع من أوجه تحقيق هذا الباب وإثبات هذا الباب أن أفضل نعيم الآخرة وأجله وأعلاه على الإطلاق هو النظر إلى وجه الرب جل جلاله وسماع خطابه كما في صحيح مسلم عن صحيب عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويثق الموازيننا ويدخلنا الجنة ويدخلنا الجنة ويدخلنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وفي حديث آخر فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك النعيم فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم ربهم في الجنة لم يعطهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وإنما كان ذلك أحب إليهم لأن ما يحصل لهم به من اللذة والنعيم والفرح والسرور وقرة العين فوق ما يحصل لهم من اللذة والنعيم والتمتع بالأكل والشرب والحور العين ولا نسبة بين اللذتين والنعمتين البتة ولا نسبة بين اللذتين والنعيمين البتة يعني لا تستطيع المقارنة بينهم ولهذا قال سبحانه في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم فجمع عليهم نوعي العذاب عذاب النار وعذاب الحجاب عنه سبحانه كما جمع لأوليائه نوعي النعيم نعيم التمتع بما في الجنة ونعيم التمتع برؤيته وذكر سبحانه هذه الأنواع الأربعة في هذه السورة فقال في حق الأبرار إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون هذا هو النظر إلى الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل ذلك النعيم وأن لا يجعلنا من المحرومين وهضم معنى الآية من قال يعني لم يعطيها حقها من قال ينظرون إلى أعدائهم يعذبون أو ينظرون إلى قصورهم وبساتينهم أو ينظروا بعضهم إلى بعض الآية السابقة له إن الأورار اللي في نعيم على الأرائك ينظرون بعضهم قال ينظرون إلى أعدائهم يعذبون أو ينظرون إلى قصورهم وبساتينهم أو ينظروا بعضهم إلى بعض وكل هذا عدول عن المقصود إلى غيره وإنما المعنى ينظرون إلى وجه ربهم ضد حال الكفار الذين هم عن ربهم محجوبون ثم إنهم لصال الجحيم طيب هو قاعد بيفسر اختياره في تفسير الآية السابقة التي هي على الأرائك ينظرون كما قال سبحانه إنه عن الضالين كانوا يضحكون من المؤمنين فجاءت المقابلة أنهم فاليوم الذين آمنوا من الكفر يضحكون وكذلك قول الله سبحانه على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون فأطلق النظر ولم يقيده بمنظور دون منظور وأعلى ما نظروا إليه وأجله وأعظمه هو الله سبحانه والنظر إليه أجل أنواع النظر وأفضلها وهو أعلى مراتب الهداية فقابل بذلك قولهم إن هؤلاء لضالون فالنظر إلى الرب سبحانه مراد من هذين الموضعين ولابد إما بخصوصه وإما بالعموم والإطلاق ومن تأمل السياق لم يجد الآيتين تحتملان غير إرادة ذلك خصوصا وعموما اللي هو إرادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى فصل وكما أنه لا نسبة لنعيم ما في الجنة إلى نعيم النظر إلى وجهه الأعلى سبحانه فلا نسبة لنعيم الدنيا إلى نعيم محبته ومعرفته والشوق إليه والأنس به إذا كان نعيم الجنة لا يسوي شيء ولا يقارن بالنسبة للنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى ونعيم ذلك فأيضا في الدنيا لا نسبة لنعيم الدنيا إلى نعيم محبته ومعرفته والشوق إليه والأنس به بل لذة النظر إليه سبحانه تابعة لمعرفتهم به ومحبتهم له فإن اللذة تتبع الشعور والمحبة فكلما كان المحب أعرف بالمحبوب وأشد محبة له كان التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظم سبحانه وتعالى الوجه الخامس من وجه تقرير هذا الباب الذي حكينا فيه أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم إلا بأن يكون الله سبحانه وتعالى هو الغاية وهو المعبود سبحانه وتعالى وحده قال الوجه الخامس أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع ولا هدى ولا ضلال ولا نصر ولا خذلان ولا خفض ولا رفع ولا عز ولا ذل بل الله وحده هو الذي يملك ذلك كله أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع ولا هدى ولا ضلال ولا نصر ولا خذلان ولا خفض ولا رفع ولا عز ولا ذل بل الله وحده هو الذي يملك ذلك كله كما قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم قال تعالى وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وقال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وقال تعالى عن صاحب يسين أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون وقال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وقال أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور فجمع سبحانه بين النصر والرزق فإن العبد مضطر إلى من يدفع عنه عدوه بنصره ويجرب له منافعه برزقه فلا بد له من ناصر ورازق والله وحده هو الذي ينصر ويرزق ويرزق فهو الرزاق ذو القوة المتين ومن كمال فطنة العبد ومعرفته أن يعلم أنه إذا مسه الله بسوء لم يرفعه عنه غيره لم يرفعه عنه غيره وإذا ناله بنعمة لم يرزقه إياها سواه ويذكر أن الله سبحانه أوحى إلى بعض انبيائه أدرك لي لطيف الفطنة وخفي اللطف فإني أحب ذلك قال يا رب وما لطيف الفطنة قال إن وقعت عليك ذبابة فاعلم أني أوقعتها فسلني أرفعها قال وما خفي اللطف قال إذا آتيتك حبة فاعلم أني ذكرتك بها فاعلم أني ذكرتك بها وقد قال تعالى عن السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فهو سبحانه وحده الذي يكفي عبده وينصره ويرزقه ويكلأه سبحان الله فهو وحده الذي يكفي عبده وينصره ويرزقه ويكلأه قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إمران قال سمعت وهبا يقول قال الله عز وجل في بعض كتبه بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف به من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه كفى بي لعبدي مالا إن كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه قال أحمد وحدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أبو سعيد المؤدب حدثنا من سمع عطاء الخرساني قال لقيت وهبا بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت له حدثني حديثا أحفظه عنك في مقام هذا وأوجز قال نعم أوحى الله تبارك وتعالى إلى داوود عليه السلام يا داوود أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم مني عبد من عبادي بمخلوق دوني أعرف ذلك منه نيته أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي واد هلك وهذا الوجه أظهر للعامة من الذي قبله ولهذا خوطبوا به في القرآن أكثر من الأول ومنه دعت الرسل إلى الوجه الأول وإذا تدبر اللبيب القرآن وجد الله سبحانه يدعو عباده بهذا الوجه إلى الوجه الأول وهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به ودعاءه ومسألته دون ما سواه ويقتضي أيضا محبته وعبادته لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه عليه فإذا عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا منه إلى الوجه الأول ونظير ذلك من ينزل به بلاء عظيم واضح كلام الإيمان باختصار يا جماعة الخير عن يعني أنا أعرف أن يا جماعة الخير بجزء ما في حتى بتفرج الآن ولكن إلى من سيشاهد هذا البث نظر الله عز وجلية تيسير طيب الوجه الأول تكلمنا عن الوجوه اللي فيها تقرير هذا الباب فأول وجه تكلم فيه أن الإنسان أن كل حي لا بد له كل حي من دون الله سبحانه وتعالى لا بد له من إشياء محبوبات مطلوبات يريدها ويريد الطريق إليها وهناك مكروهات مبوضات لا يريدها ويريد أن يقطع الطريق إليها هذا الوجه اللي بيتكلم فيه أن الأمر بيد الله وأن التصرف بيد الله بيقول هذا الوجه هو الذي يخاطب القرآن به الناس ومنه ينقلهم إلى الوجه الأول تمام؟ إيش هو هذا الوجه؟ أن الأمر بيد الله وأن المخلوقات ليس بيدهم شيء وإذا تدبر اللبيب القرآن وجد الله سبحانه يدعو عباده بهذا الوجه إلى الوجه الأول وهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به ودعاءه ومسألته دون ما سواء ويقتضي أيضا محبته وعبادته لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه عليه فإذا عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا منه إلى الوجه الأول والنظير ذلك من ينزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق فجعل يدعو الله سبحانه ويتضرع إليه حتى فتح له من لذيذ مناجاته وعظيم الإيمان به والإنابة إليه ما هو أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا يعني هو بيكون عنده حاجة فيفتح له من أبواب التضرع بين يدي الله ما هو أحب إلى العبد من الذي أراده أصلا سبحان الله ولكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه ويشتاق إليه وفي نحو ذلك قال القائل جزى الله يوم الروع خيرا فإنه أرانا على علاته أم ثابتي أرانا مصونات الحجال ولم نكن نراهن إلا عند نأتي النواعي جزى الله يوم الروع يعني أيام المصائب وكذا لأنها تبين كثير من الأمور طيب الوجه السادس في تحقيق هذا الباب وإثباته أن تعلق العبد بما سوى الله تعالى مضرة عليه أن تعلق العبد بما سوى الله تعالى مضرة عليه إذا أخذ منه فوق القدر الزائد على حاجته غير مستعين به على طاعة الله هذا القد تعلق العبد بما سوى الله ما ضره خاصة إيش إذا أخذ منه فوق القدر الزائد على حاجته وغير مستعين به على طاعة الله فإذا نال من الطعام والشراب والنكاح واللباس فوق حاجته ضره ذلك ولو أحب سوى الله ما أحب فلابد أن يسلبه ويفارقه فإن أحبه لغير الله فلابد أن تضره محبته ويعذب بمحبوبه إما في الدنيا وإما في الآخرة والغالب أنه يعذب به في الدارين الإنسان إذا أحب غير الله لغير الله لابد أن يعدب إما في الدنيا أو في الآخرة وفي الغالب يعذب في الدارين قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ولم يصب من قال إن الآية على التقديم والتأخير كالجرجاني حيث قال ينتظم قوله في الحياة الدنيا بعد فصل آخر ليس بموضعه على تأويل فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخر فهو فصل إنه تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا والله يريد أن يعذبهم في الآخرة فيقول الإمام أن هذا الفصل لا يصلح بل العذاب يحصل في الدنيا وفي الآخرة في أحدهما أو كناه وهذا القول يروع على ابن عباس وهو منقطع واختره قتادة وجماعة وكأنهم لما أشكل عليهم وجه تعذيبهم بالأموال والأولاد في الدنيا وأن سرورهم ولذتهم ونعيمهم بذلك فروا إلى التقديم والتأخير هذا رأي الإمام بن القيم وترجيحه أن الذين فصلوا موضوع الدنيا والآخرة إنه أشكل عليهم الجمع بين الأمرين وأما الذين رأوا أن الآية على وجهها ونظمها فاختلفوا في هذا التأذيب فقال الحسن البصري يعذبهم بأخذ الزكاة منها والإنفاق في الجهاد واختاره ابن الجرير وأوضحه فقال العذاب بها إلزامهم بما أوجب الله عليهم فيها من حقوقه وفرائضه إذ كان يؤخذ منه ذلك وهو غير طيب النفس ولا راج من الله جزاء ولا من الآخر منه حمدا ولا شكرا بل على صغل منه وكر هذا من التأذيب إنه لما يؤخذ منه الحقوق خاصة غصب العنم أما من طيب نفسه هذا ليس من العذاب طيب يقول الإمام هذا أيضا عدول عن المراد بتأذيبهم في الدنيا بها وذهاب عن مقصود الآية وقال الطائفة تعذيبهم بها أنهم يعرضون بكفرهم لغنيمة أموالهم وسبية أولادهم فإن هذا حكم الكافر وهم في الباطن كذلك إنه بعضهم فسر إنه كيف تعذيبهم بأموالهم وأولادهم في حياة الدنيا إنه تأخذ أموالهم وأولادهم غنيمة وهكذا لأنهم بحكم الكافر وهكذا طبعا يقول الإمام هذا أيضا من جنس ما قبله فإن الله سبحانه أقر المنافقين وعصم أموالهم وأولادهم بالإسلام الظاهر وتولى سرائرهم فلو كان المراد ما ذكره هؤلاء لوقع مراده سبحانه من غنيمة أموالهم وسبية أولادهم وهذا ما وقع فإن الإرادة هنا كونية بمعنى المشيئة وما شاء الله كان ولا بد وما لم يشاء لم يكن فالصواب والله أعلم أن يقال تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيبه طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة كيف هذا التعذيب بكون؟ بالحرص على تحصيلها والتعب العظيم في جمعها ومقاسات أنواع المشاق في ذلك فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همه وهو حريص بجهده على تحصيلها والعذاب هنا هو الألم والمشقة والتعب كقوله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب وقوله إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه أن يتألم ويتوجع لا أنه يعاقب بأعماله وهكذا من الدنيا كل همه وأكبر همه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أنس رضي الله عنه قال من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له ومن أبلغ العذاب في الدنيا تشتيت الشمل وتفرق القلب وكون الفقر نصب عيني العبد لا يفارقه ولولا سكرة عشاق الدنيا بحبها لاستغاثوا من هذا العذاب على أن أكثرهم لا يزالوا يشكوا ويصرخوا منه وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنا وأسد فقرك وإن لا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك وهذا أيضا من أنواع العذاب وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا ومجاذبة أهلها إياها ومقاسات معاداتهم سبحان الله ركزوا هذا الكلام الجميل الجليل يعني من أنواع العذاب في الدنيا اشتغال القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا ومجاذبة أهلها إياها بطل المنافسة في الدنيا ومقاسات معاداتهم كما قال بعض السلف من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل المصائب من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل المصائب ومحب الدنيا لا ينفك من ثلاث هم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقضي هذه الثلاث دائما مع محب الدنيا نسى الله عز وجل أن يخرج الدنيا من قلوبه ومحب الدنيا لا ينفك من ثلاث هم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقضي وذلك أن محبها لا ينال منها شيئا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه هذا هو الهم اللازم كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا وقد مثل عيسى بن مريم عليه السلام محب الدنيا بشارب البحر كلما ازداد شربا ازداد عطشا وذكر ابن أبي الدنيا أن الحسن كتب إلى عمر بن عبد العزيز أما بعد فإن الدنيا دار ضعن ليست بدار إقامة إنما أنزل إليها آدم عقوبة فاحذرها يا أمير المؤمنين فإن الزاد منها تركها والغنى فيها فقرها لها في كل حين قتيل تذل من أعزها وتفقر من جمعها كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتفه فكن فيها كالمداوي جرحة يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلا ويصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء فاحذر هذه الدار الغرارة الخداعة الختالة التي قد تزينت بخدعها وفتنت بغرورها وخيلت بآمالها وتشوفت لخطابها فأصبحت كالعروس المجلوة فالعيون إليها ناظرة والقلوب عليها والها والنفوس لها عاشقة وهي لأزواجها كلهم قاتلة فعاشق لها قد ظفر منها بحاجته فاغتر وطغى ونسي المعادة فشغل بها لبه حتى زالت عنها قدمه فعظمت ندامته وكثرت حسرته واجتمعت عليه سكرات الموت وألمه وحسرات الفوت سكرات الموت وألمه وحسرات الفوت اجتمعت كليهما وعاشق لها وعاشق لم ينل منها بغيته فعاش بغصته وذهب بكمده ولم يدرك منها ما طلب ولم تسترح نفسه من التعب فخرج بغير زاد وقدم على غير مهاد فكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون لها فإن صاحب الدنيا كل مطمئن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه وصل الرخاء منها بالبلاء وجعل البقاء فيها إلى ثناء سرورها مشوب بالحزن أمانيها كاذبة وأمالها باطلة وصفها كذر وعيشها نكد فلو كان ربها لم يخبر عنها خبرا ولم يضرب لها مثلا لكانت قد أيقظت النائم ونبهت الغافل فكيف وقد جاء من الله فيها واعظ وعنها زاجر فما لها عند الله قدر ولا وزن وما نظر إليها منذ خلقها وقد عرضت على نبينا بمفاتيحها وخزائنها لا تنقصه عند الله جناح بعوضة فأبى أن يقبلها كره أن يحب ما أبغض خالقه أو يرفع ما وضع مليكه فزواها عن الصالحين اختبارا وبسطها لأعدائه اغترارا فيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها ونسي ما صنع الله برسوله حين شد الحجر على بطنه وقال الحسن أيضا إن قوما أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخشب فأهينوها فأهنأ ما تكون إذا أهنتموها إن الدنيا تكون أهنأ ما تكون يعني أنت بتتهنى في الدنيا متى إذا أهنت في نفسك وهذا باب واسع وأهل الدنيا وعشاقها أعلموا بما يقاسونه من العذاب وأنواع الألم في طلبها ولما كانت هي أكبر هم من لا يؤمن بالآخرة ولا يرجو لقاء ربه كان عذابه بها بحسب حرصه عليها وشدة اجتهاده في طلبها وإذا أردت أن تعرف عذاب أهلها بها فتأمل حالة عاشق فان في حب معشوقه فكلما رام قربا من معشوقه ناء عنه ولا يفي له ويهجره ويصل عدوه فهو مع معشوقه في أنكد عيش يختار الموت دونه فمعشوقه قليل الوفاء كثير الجفاء كثير الشركاء سريع الاستحالة عظيم الخيانة كثير التلون لا يأمن عاشقه معه على نفسه ولا على ماله مع أنه لا صبر له عنه ولا يجد عنه سبيلا إلى سلوة تريحه ولا وصال يدوم له فلو لم يكن لهذا العاشق عذاب إلا هذا العاجل لكفى به فكيف إذا حيل بينه وبين لذاته كلها وصار معذبا بنفس ما كان ملتذا به على قدر لذته به التي شغلته عن سعيه في طلب زاده ومصالح معاده وسنعود إلى تمام الكلام في هذا الباب في باب ذكر علاج مرض القلب بحب الدنيا إن شاء الله تعالى سيأتي هذا الباب اللي هو علاج مرض القلب بحب المرض أشوى تبع حب الدنيا إذ المقصود بيان أن من أحب شيئا سوى الله تعالى أحب شيئا سوى الله تعالى ولم تكن محبته له لله ولا لكونه معينا له على طاعة الله عذب به في الدنيا قبل اللقاء طبعا إذن هم في استثناءات إن الواحد إذا أحب لله هذا ليس منه ليس من الحب المذمون ولا إذا أحب شيئا معينا على الطاعة برضو هذا ليس من الحب المذمون كما قيل أنت أنت القتيل بكل من أحببته فاختل لنفسك في الهوى من تصطفي فإذا كان يوم المعادي ولل حكم العدل سبحانه كل محب ما كان يحبه في الدنيا فكان معه إما منعما أو معذبا ولهذا يمثل لمحب المال ماله شجاعا أقرع يأخذ بالإهزمته فيقول أنا مالك أنا كنزك وتصفح له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره وكذلك عاشق الصور إذا اجتمع هو ومعشوقه على غير طاعة الله جمع بينهما في النار وعذب كل منهما بصاحبه قال تعالى الأخلاء يومئذ من بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وأخبر سبحانه أن الذين توادوا في الدنيا على الشرك يكفر بعضهم ببعض يوم القيامة ويلعن بعضهم بعضا ومأواهم النار وما لهم من ناصرين فالمحب مع محبوبه مع محبوبه دنيا وأخرى ولهذا يقول تعالى يوم القيامة للخلق أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولى في الدنيا في دار الدنيا سبحانه أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولى في دار الدنيا طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وقال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أزواجهم منهما أشباههم ونظائرهم أزواجهم أشباههم ونظائرهم وقال تعالى إذا النفوس زوجت فقرن كل شكل إلى شكله وجعل معه قرينا وزوجا البر مع البر والفاجر مع الفاجر والمقصود أن من أحب شيئا سوى الله تعالى فالضرر حاصل له بمحبوبه إن وجد وإن فقد فإنه إن فقده عذب بفواته وتألم على قدر تعلق قلبه به وإن وجده كان ما يحصل له من الألم قبل حصوله ومن النكد في حال حصوله ومن الحسرة عليه بعد فواته أضعاف أضعاف ما في حصوله من لذة سبحان الله فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاقي تراه باكيا في كل حال مخافة فرقة أو الاشتياق فيبكي إن أو شوقا إليهم ويبكي إن دنوا حذر الفراق فتسخن عينه عند التلاقي وتسخن عينه عند الفراقي وهذا أمر معلوم بالاستقراء والاعتبار والتجارب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغير الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه فذكر الله جميع أنواع طاعته فكل ما كان في طاعته فهو ذاكره فكل من كان في طاعته فهو ذاكره وإن لم يحرك لسانه بالذكر وكل من والاه الله فقد أحبه وقربه فاللعبة لا تنال ذلك بوجه وهي نائلة كلما عداه الوجه السابع وأظنه الأخير في تقرير هذا الباب لحكينا عنه لهو باب أن صلاح العبد لا يكون إلا بأن يكون الله سبحانه وتعالى وحده هو المرد الوجه السابع أن اعتماد العبد على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته هو ولابد عكس ما أمله منه فلابد أن يخذل من الجهة التي قدر أن ينصر منها ويذم من حيث قدر أن يحمد وهذا أيضا كما أنه ثابت بالقرآن والسنة فهو معلوما بالاستقراء والتجارب قال تعالى وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا هم أخذوهم عزة فكانوا لهم ضد قال تعالى وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون أي يغضبون لهم ويحاربون كما يغضب الجند ويحارب عن أصحابه وهم لا يستطيعون نصرهم بل هم كل عليهم وقال تعالى وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكْ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبْ أي غير تخسير وقال تعالى فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وقال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا فإن المشرك يرجو بشركه النصرة تارة والحمد والثناء تارة فأخبر سبحانه أن مقصوده ينعكس عليه ويحصل له الخذلان والذن والمقصود أن هذين الوجهين في المخلوق ضدهما في الخالق فصلاح القلب وسعادته وفلاحه في عبادة الله والاستعانة به وهلاكه وشقاؤه وضرره العاجل والآجل في عبادة المخلوق والاستعانة به واضح هذا الوجه جواب اختصار أن الإنسان إذا طلب من الناس النصرة سيخذلونه ولو بوجه من الولو وإذا هموا وانشغالوا يكون برضى الناس سيذمونه سبحان الله الوجه الثامن أن الله سبحانه غني كريم عزيز رحيم محسن إلى عبده مع غناه عنه يريد به الخير ويكشف عنه الضر لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضره بل رحمة منه وإحسانا فهو سبحانه لم يخلق خلقه ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ذلة ولا ليرزقوه ولا لينفعوه ولا ليدفعوه كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحان الله وقال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وهو سبحانه لا يوالي من يواليه من الذل كما يوالي المخلوق المخلوق المخلوقات تتوالى يعني كل أحد يوالي المخلوق الآخر لكي يعني يكون لهم من بعضهم عزا ونصرا ولكن الله سبحانه وتعالى ليس كذلك إنما يوالي أولياءه إحسانا ورحمة ومحبة لهم وأما العباد فإنهم كما قال تعالى والله الغني وأنتم الفقراء فهم لفقرهم وحاجتهم إنما يحسن بعضهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك وانتفاعه به عاجلا أو آجلا ولولا تصوروا ذلك النفع لما أحسن إليه فهو في الحقيقة إنما أراد الإحسان إلى نفسه وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقة إلى حصول نفع ذلك الإحسان إليه فإنه إما أن يحسن إليه لتوقع جزائه في العاجل فهو محتاج إلى ذلك الجزاء ومعاوض بإحسانه أو لتوقع حمده وشكره فهو أيضا إنما يحسن إليه ليحصل له منه ما هو محتاج إليه من الثناء والمذح فهو محسن إلى نفسه بإحسانه إلى الغير وإما أن يريد الجزاء من الله في الآخرة فهو أيضا محسن إلى نفسه بذلك وإنما أخر جزائه إلى يوم فقره وفاقته فهو غير ملوم في هذا القصد فإنه فقير محتاج وفقره وحاجته أمر لازم له من لوازم ذاته فكماله أن يحرص على ما ينفعه ولا يعجز عنه وقال تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وقال تعالى وما تنفقوا من خيري يوفى إليكم وقال تعالى فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فالمخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول إنما يقصد انتفاعه بك واضح هذا الوجه الثامن إن المخلوقات إذا اعتمدت عليها بشيء إنما المخلوق يريد مصلحة نفسه ويقصد انتفاع نفسه حتى لو كان مؤمن ومحترم وكذا إنما يريد النفع لنفسه ولو في الآخرة والرب تعالى إنما يريد نفعك لانتفاعه بك وذلك منفعة محضة لك الله عز وجل يريد الخير لك والله سبحانه وتعالى لا ينوله من ذلك شيء فهو غني سبحانه وتعالى لا يحتاج أحد سبحان الله والرب تعالى إنما يريد نفعك لانتفاعه بك وذلك منفعة محضة لك خالصة من المضرة بخلاف إرادة المخلوق نفعك فإنه قد تكون فيه مضرة عليك ولو بتحمل منته سبحان الله فتدبر هذا فإن ملاحظته تمنعك أن ترجو المخلوق فإن ملاحظته ملاحظة هذه الملاحظة هذه الملاحظة إذا عرفتها فهذه الملاحظة إيش تمنعك أن ترجو المخلوق أو تعامله دون الله أو تطلب منه نفعا أو دفعا أو تعلق قلبك به فإنه إنما يريد انتفاعه بك لا محض نفعك وهذا حال الخلق كلهم ببعضهم من بعض وهو حال الولد مع والده والزوج مع زوجته والمملك مع سيده والشريك مع شريكه فالسعيد من عاملهم لله تعالى لا لهم وأحسن إليهم لله وخاف الله فيهم ولم يخفهم مع الله ورج الله بالإحسان إليهم ولم يرجهم مع الله وأحبهم لحب الله ولم يحبهم مع الله كما قال أولياء الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا الوجه التاسع أن العبد لا يعلم سبحان الله طيب الوجه التاسع أن العبد لا يعلم مصلحتك حتى يعرفه الله تعالى إياها العبد لا يعرفه حتى مصلحة نفسه حتى يعرفه الله إياها ولا يقدر على تحصيلها لك حتى يقدره الله عليها تمام العبد لا يعرف مصلحتك المخلوقات لا تعرف مصلحتك حتى يعرفها الله سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات ولا يقدرون عليها إلا إذا الله عز وجل أعانهم عليها وكذلك بالمناسبة أنت من نفسك أنت لا تعرف مصلحة نفسك إلا إذا عرفك الله سبحانه وتعالى إياها ولا تقدر عليها إلا إذا قدرها الله سبحانه وتعالى ولا يريد ذلك حتى يخلق الله فيه إرادة ومشيئة فعاد الأمر كله لمن ابتدأ منه وهو الذي بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله فتعلق القلب بغيره رجاء وخوف وتوكل وعبودية ضرر المحض لا منفعة فيه وما يحصل بذلك من المنفعة فهو وحده الذي قدرها ويسرها وأوصلها إليك فيجب أن يعلم هذا الوجه العاشر في تقرير هذا الباب أن غالب الخلق إنما يريدون قضاء حاجتهم بك وإن أضر ذلك بدينك ودنياك فهم إنما غرضهم قضاء حوائجهم ولو بمضرتك والرب تعالى إنما يريد لك ويريد الإحسان إليك لك لا لمنفعته ويريد دفع الضرر عنك فكيف تعلق أملك ورجاءك وخوفك بغيره وجماع هذا أن تعلم أن الخلق لو اجتمعوا كلهم على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا كلهم على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون خاتمة هذا الباب لما كان الإنسان بل وكل حي متحرك بالإرادة لا ينفك عن علم وإرادة وعمل بتلك الإرادة وله مراد مطلوب وطريق وسبب موصل إليه معين عليه وتارة يكون السبب منه وتارة من خارج منفصل عنه وتارة منه ومن الخارج فصار الحي مجبولا على أن يقصد شيئا ويريده ويستعين به تمام؟ فصار الحي كل حي مجبولا على أن يقصد شيئا ويريده ويستعين بشيء ويعتمد عليه في حصول مراده هذا طبيعي لازم يكون والمراد قسمان أحدهما ما هو مراد لنفسه والثاني ما هو مراد لغيره والمستعان أيضا قسمان ما هو مستعان بنفسه والثاني ما هو تبع له وآله فهذه أربعة أمور مراد لنفسه مراد لغيره مستعان بنفسه ومستعان بكونه آله وتبعا للمستعان بنفسه فلابد للقلب من مطلوب يطمئن إليه وتنتهي إليه محبته ولابد له من شيء يتوصل به ويستعين به في حصول مطلوبه والمستعان مدعو ومسؤول والعبادة والاستعانة كثيرا ما يتلازمان فمن اعتمد القلب عليه في رزقه ونصره ونفعه خضع له وذل له وانقاد له وأحبه من هذه الجهة وإن لم يحبه لذاته لكن قد يغلب عليه حكم الحال حتى يحبه لذاته وينسى مقصوده منه وأما من أحبه القلب وأراده وقصده فقد لا يستعين به ويستعين بغيره عليه كمن أحب مالا أو منصبا أو امرأة فإن علم أن محبوبه قادر على تحصيل غرضه استعان به فاجتمع له محبته والاستعانة به واضح ويقسم أنه ليس بالضروري أن كل من يحب يستعين به والعكس بالعكس فالأقسام أربعة محبوب لنفسه وذاته مستعان بنفسه محبوب لنفسه وذاته مستعان بنفسه فهذا أعلى الأقسام يعني يحب لذاته ويستعان به لذاته وليس ذلك إلا لله وحده يعني اللي ما جمع معانا في الكلام السابق الآن بيقدر يجمع معانا الأقسام أربعة أولا محبوب لنفسه وذاته ومستعان بنفسه فهذا أعلى الأقسام وليس ذلك إلا لله وحده وكل ما سواه فإنما ينبغي أن يحب تبعا لمحبة الله ويستعان به تبعا للاستعانة بالله سبحانه وتعالى يستعان به لكونه آلة وسببا فقط كل ما دون الله فالثاني إيش محبوب لغيره ومستعان به أيضا كالمحبوب الذي هو قادر على تحصيل غرض محبه إذن تحب شيء لكن أنت لا تحب نفسه إنما تحبه لشيء آخر فتستعين به لشيء آخر كالمثال الذي ذكره في المال وكذا الثالث محبوب مستعان عليه بغيره محبوب ولكنك لا تستعين به نفسه تستعين بغيره عليه والرابع مستعان به غير محبوب في نفسه شيء تستعين به ولكنك لا تحبه في نفسه مثلا أنت تحتاج مصلحة من شخص معين وهو شخص سيء ولا تريده فأنت تستعين به استعانة آلة وسبب وهو غير محبوب فإذا عرف ذلك تبين من أحق هذه الأقسام الأربع بالعبودية والاستعانة وأن محبة غيره واستعانته به إن لم تكن وسيلة إلى محبته واستعانته وإلا كانت مضرة على العبد ومفسدتها أعظم من مصلحتها والله المستعان وعليه التكلان فجمع هذا في هذه الخاتمة الطيبة إنه بالأخير المحبوبات والمستعانات إما محبوبة بذاتها ومستعانة بذاتها وهو هذا لا يكون إلا الله وإما محبوب لغيره مستعان به هذا يعني كلها فيها أنواع من النقص وأنواع من الفقر والكمال وحده لله سبحانه فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يجعل حبه أحب إلينا من الماء البارد على الظمن وأن يقربنا منه سبحانه وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته اليوم تكلمنا عن مسائل كبيرة طويلة واليوم طولنا على المعتاد نحن صلنا تقريبا ساعة ونصف طيب سريعا عن عناوين ما ذكرناه اليوم اليوم تكلمنا عن الباب السادس في هذا الكتاب وهو في أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون الله سبحانه وتعالى هو الإله المعبود وغاية المطلوب وأن يكون أحب إلينا من كل ما سوى الله سبحانه وتعالى وذكر في هذا أوجه كثير على تقرير هذا الباب ثم من ضمن الأمور التي ذكرناها مثل ما جاء في الإلهية وربوبية من الآيات وما جاء في خلق الله سبحانه وتعالى الخلقة الغاية التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلقة لأجلها وما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وما جاء في فقر العبد إلى أن يعبد الله وحده سبحانه وأن هذه المسألة اللي هي أن العبد مفتقل إلى الله هذه المسألة لا تقارن بغيرها وليس لها شيء يقاس عليها يعني زي حاجة الإنسان للطعام لا تقترب من موضوع حاجة الإنسان إلى عبادة الله سبحانه وتعالى ولكن تشبه في ذلك من وجوه وتكلمنا عن اعتماد العبد على المخلوق فيهم الصائب ومشاكل وأن غالب الخلق إنما يريدون منك قضاء حوائجهم بك وليس لمصلحة نفسك وأن الذي يريد الخير لك إنما هو الله سبحانه وتعالى وأنه هو المستحق لهذا وحده إيش هو المستحق للعبادة والاستعانة طيب اليوم أنهينا الكلام وطننا الكلام فالحمد لله رب العالمين وصراحة هذا الكلام يحتاج مراجعة فأنا شخصيا راح أراجع هذه الحلقة فتستحق المراجعة وتستحق التفكر فنص الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا وينفعنا وأن يزيدنا علما ونعود بالله سبحانه وتعالى أن نكون نعود به سبحانه من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعوة لا تسمع ونسأل سبحانه أن كنا من الذين يستمعون القول ويقولون القول فيتبعون أحسنه نهينا الكلام اليوم هذا والله تعالى أعلم وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أربعين جزاكم الله خيرا وجزا الله الإمام ابن القيم وشيخه عنا كل خير سلام عليكم